بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها نحن نلتقي مجددا في حصة لطائفة قرآنية لنتفيأ ظلال كتاب الله سبحانه وتعالى وما قصه علينا من خبر نبي الله سليمان عليه السلام في صورة النمل توقفنا عند خبر الهدود الذي تعجب من رؤية أقوام أوتوا من كل شيء ومع ذلك يعبدون غير الله يسجدون لشمس فقال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون قيل هذا من كلام الله وقيل وهو الأظهر إنه من كلام الهدود هذا الطائر لما رأى فعلهم مع ما آتهم الله سبحانه وتعالى استنكر فعلهم وقال أفلم يكن حريا بهم أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى اهتدى من خلال نظرته إلى أن الذي يخلق هو الأولى بالعبادة اهتدى إلى قوله تعالى أثمن يخلق كمن لا يخلق اهتدى إلى مثل قوله تعالى وجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم وهذا شأن قرآني القرآن دائما يستدل بالخلق على أن الخالق هو الحقيق بالعبادة هو الجدير بالعبادة في هذه الصورة القرآنية بالذات آيات بديعة خمسة آيات تبتدئ بالخلق وتنتهي به في نهاية كل آية إنها آي الله مع الله قال الله سبحانه وتعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها آي لا هم مع الله بل هم قوم يعدلون الجواب لا إله إلا الله أمن جعل نغض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا آي لا هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض آي لا هم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرصد رياح نشرا بين يدي رحمته آي لا هم مع الله تعالى الله عما يشركون وآخر آية وهي آية الخامسة تتحدث عن الخلق مرة أخرى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض آي لا هم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لا إله إلا الله الخبء الذي ذكره الهدود هو الشيء المخبوء قيل النبات في الأرض وقيل المطر في السماء الهدود هنا تكلم في شيء يفهمه ويحسنه الخب وهو الحب لأنه طائر من شأنه التقاط الحبوب من الأرض فتكلم فيما يفهمه استدلع بما آتاه الله من قوة وذكاء وفهم وجعله يبصر المخبوء تحت الأرض كالماء ونحوه مما لا يقدر عليه البشر ليعلم أن الذي يفعل ذلك هو الإله الحقيق بالعبادة استدلع بذلك على أن الذي ينزل السماء على أن الذي ينزل الماء من السماء ولا قادر على إنزاله إلى الله هو الحقيق بالعبادة استدلع بما رأاه وهو أن الذي يخرج الخبأ النبات أو الزرع في الأرض هو القادر بالعبادة أفرأيتم ما تحرفون أأنتم تزرعونه أم نحن الزالعون لو نشاء لجعلناه خطاما فظلتم تفكهون إنا لم أغرمون بل نحن محرمون أفرعيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون لا قادر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر وأخفى وهو الحقيق بالعبادة ثم قال الله سبحانه وتعالى وهذا الأظهر أنه من كلام الله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وهذا وصف للإله الحقيقي والجدير والخليق بأن يسجد له وأن يعبد دون سائر الآلهة دون كل المعبودات لأنها كلها آلهة باطلة لا تملك نفسها شيئا وسنرد كل عظيم إلى حجمه الحقيقي إذا تذكرنا أعظم العظماء وهو الله سبحانه وتعالى قال من قبل وأتيت من كل شيء ولها عرش هكذا نكره عظيم لكنه لا قيمة لهم إذا ما قورن بعرش الله سبحانه وتعالى ولذلك وصفه بالتعريف أن لا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو الوحيد المتفرد بالألوهية رب العرش العظيم العرش الأخرى مهما كانت عظيمة وعرش بالقيس عظيم بلا شك كما سيأتي ووصف في التوراة بأوصاف كبيرة عظيمة جدا لكنه أمام عظمة عرش الله سبحانه وتعالى كحلقة في فلات ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه جويرية وهو يعادل عبادة ودعاء مدة طويلة سبحان الله بحمده عدد خلقه وارض نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم وزنة عرشه أي الميزان العظيم الذي يزينه هذا العرش الكبير عرش الله سبحانه وتعالى أوسع مخلوقاته سبحانه وتعالى إذن اهتدى الهدهد بعقله أو اهتدى الهدهد بفهمه اهتدى الهدهد بما أودعه الله سبحانه وتعالى فيه من ملكات أن الله سبحانه وتعالى هو الجدير بالعبادة أسأل الله أن يوفقنا وأن يهدينا لكل خير إنه ولي ذاك وقادر عليه سبحانك اللهم يحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك تبليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته